ازاي نعمل من البسكوت كاب كيك شوكولاتة جبت كباتين من بسكوت الوريو حطتهم عشان اطحنهم كان شكلهم كده ضفت عليهم كباية الى ربع من اللبن قلبتهم مع بعض وكانوا بالقوام ده بعد كده هضيف عليهم معلقة صغيرة من البيكنج بودر خلطتهم مع بعض وهو ده قوام الكيك بتاعي بقى جاهز جبت صناية الكاب كيك وحطت فيها ورق الكاب كيك وحطت شوية من خليط الكيك بتاعي حركت الصناية كده عشان اسويها ودخلت فرن سخن تقريبا 12 دقيقة طلعتها وكانت بالشكل ده ههدر بقى سوس الشوكولاتة جبت كباية شوكولاتة ضفت عليها مكعب زبدة وربع كباية من اللبن دخلوا الميكرويف تقريبا دقيقة طلعتهم قلبتهم بالشكل ده وكده سوس الشوكولاتة بتاعي بقى جاهز اخد واحد واحد من الكاب كيك اللي انا عملته بعد ما برت خالص وبعدين هحطه في سوس الشوكولاتة وبس كده خلاص خلصت الكمية بتاعتي كلها وهضف لها بقى شوية كده من الشوكولاتة شيبس وده اختياري دربوه بالهانة والشفا وباي باي